والبداية من أمريكا حيث هاجم رئيسه الأمريكي دونالد ترامب العملات الرقمية وبالأخص عملة فيسبوك الجديدة ليبرا مطالبا بأن تخضع هذه العملات إلى القواعد المصرفية الأمريكية والعالمية وفي تغريدة له على الموقع المفضل له تويتر قال ترامب أنه ليس من أنصار العملات المشفرة مشيرا إلى أنها لا تندرج تحت مظلة العملات التقليدية ولا يمكن أن تصبح نقودا يتداولها الناس وأضاف ترامب أنه في حال رغبة فيسبوك أن يصبح بنكا فعليه أن يلتزم بالنظم المصرفية الأمريكية